بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الأعزاء تقبل الله صيامكم وقيامكم وغفر الله لنا ولكم نقدم لكم فيما يلي الحلقة السادسة عشر من برنامج أعلام فقهاء المغرب في القرن العشرين ضيفه اليوم العلام الدرقاوي رشيد ولد العلام رشيد الدرقاوي بفاس سنة 1909 وبها تعلم على يد والده ومن هم في طبقته من علماء القرويين وفقهائها إلى أن حصل على شهادة العالمية من القسم الشرعي في الفوج الأول من النظام سنة 1933 ثم اشتغل بعدها متطوعا بالتدريس بالقرويين كما عمل في صفوف الحركة الوطنية منذ انطلاقاتها فتعرض للسجن والتعذيب والنفي عدة مرات إذ كان ممن شملهم الاعتقال سنة 1937 على إطر تأييد المطالب المستعجلة للإصلاح والسماح بإنشاء الجمعيات والأحزاب والنقابات وإصدار الصحف فسيق مع من سيق من الطلبة والعلماء لمعتقل قلميمة وبعدها معتقل عادر فعين علي مومن كما اعتقل في الأربعينيات بتهمة التعاون مع دول المحور فقدم للمحكمة العسكرية بمكناس التي حكمت عليه بسنتين سجنا مع النفي خمسة أعوام ومصادرة أملاكه وكان يعتبر من الفقهاء المعادين للاحتلال ومن مؤججين آر الثورة وتحريض العامة على المطالبة بالاستقلال كما جاء في اتهام مما يجب معه القضاء عليه وعلى أمتاله بالسجن والنفي وبعد الاستقلال اشتغل بالقضاء إلى أن توفي رحمه الله سنة ألف وتسعمية واحدة سعيد وإلى حلقة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة